نختم الجولة من صحيفة السودانية ومنها نقر تظاهرة في مجمع الذهب احتجاجا على نهب تاجر ومطالبة بطرد الموارد المعدنية شهد مجمع الذهب في الخرطوم ظهر أمسا الأربعاء موجة احتجاجات واضراب من أصحاب المحال تنديدا بتعرض إحدى تجارة عملية احتيال والاستلاع على مصرغات ذهبية غويش بواسطة شخص ادعى انتسابه إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية قال عضو اللجنة التمهيدية لاتحاج الصاغة هشام محمد في تصريح للسوداني قال إن الشخص المحتال السولى على كيس به عدد من الغويش من أحد الصاغة ولاذا بالفرار وقال له أنا موظف بالشركة واضح هشام أن عددا من تجارة ذهب طالبوا بخروج مكاتب الشركة والوزارة من المجمع لأن مكانها بمناطق التعدين ومنتقدا الوجود الكثيف للعاملين بها ببرندات العمارة والسفسار مع المشترين الذهب قبل دخولهم إلى المحال ما يعرقل عمليتي البيع وشراب المجمع علمة السوداني بالتأم انتماع عاجل بين الأجهزة الأمنية والشركة السودانية للمعادل لتباحذ حول الحادثة التي تمت في مجمع الذهب هل وجود شركة المعادل المعدنية في مجمع الذهب له مبررات؟ هو ربما الجهة الوضعة الشركة في مجمع الذهب عندها مبرراتها ولكن يبقى المطلوب والأهم هو كيف معالجة القضايا الملحة للقطاع مهم بالنسبة لنا في السودان زي الدهب نحن بعد استغلال دولة جنوب السودان وانفصالها من الدولة الأم فقدنا البترول وده كان مورد كبير بالنسبة لنا وأيضا حصلت لنا إشكالات كبيرة جدا بالنسبة للزراعة الزراعة كانت يجب أن تكون هي المورد الاقتصادي الأول بالنسبة لنا حصلت فيه غصور وفشل صاحب الأدابة على الحكومات الفاتت وحتى الحكومة الانتغالية نفسها جانا المورد الثالث والمهم هو الدهب وهذا الدهب يعني ممكن وظف أكثر من 2 مليون سوداني والعديد من الشركات ولكن الإجراءات المتبعة بالنسبة لهم أصحاب الشركات والمعدنين عندهم مطالب مطالب آرها أما الوضعية الأمنية ما قريبت لنا في الخبر يا سيد سالم الدهب ينطبق على كثير من الوضع الأمني الموجود في البلد التزعة طويلة دي زمان كانت بيختفوا الشنط بتاعة البنات تطورت أكثر لخطف التلفونات بل هسي تطورت أكثر لمهاجمة الصيدليات ومحطات الوضعون وحتى وصلت إلى غلب العاصمة إلى بطعة أمتار من الغصرة الجمهورية اللي هو مجمع الدهب حسب الخبر أن الموظفين الشركة يعرقلوا عملية البيع والشراء وهذا ما وصفه التجار هنا أو الأصحاب المحل التجارية في مجمع الذهب يتحدثوا على أنهم يعرقلون لأنهم يسألون كل أحد ومنتشرين بكثافة هل هذا الفعل صحيح ابتداءاً؟ هل من حقهم يعني أن يوقف أحد يسأله أنت ماشي تعمل إذا صح الخبر بتاع المعدنين عن الدهب بيبقى ما من حق الشركة أنها تتدخل لأنه ده قطاع عنده نظمه لأنه القطاع ده بيوظف عدد كبير جداً أو بيدخل 75% أو أكثر منها للسودان أنا تابعت أيام المؤتمر الاقتصادي المعدنين والقطاعات الاقتصادية كانوا عملوا توصيات بناءة جداً كان يمكن أن تعالج بالنسبة لنا قطاع رئيسي وده أصبح لنا مسمار نص لإقتصاد السودان ولكن ظل هذا القطاع مهمل وظل هذا القطاع يتعرض لتحريب وظل هذا القطاع تمارس فيه ممارسات غير شفافة ممارسات غير جازبة للشركات الاستثمارية هذا الخبر أيضاً تحدث على أن موظفين الشركة هم من يشرفون على هذا الأمر أليس هذا الأمر أولى به إن كان يجب أن تتولاه جهة مختصة بالمعادن وزارة المعادن؟ هي وزارة المعادن عندها الشركة طاعة المعادن ولكن يجب أن تكون هي الشركة تتبع لوزارة المعادن؟ الشركة تتبع لوزارة المعادن وهذه الشركة السودانية للمعادن هي قائمة بدورة ولكن في ترتيبات كانت عملت في السنة الفاتت فيما يتعلق بالاستثمار وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وفيما يتعلق بقضايا التنغيب وكانت كلها معالجات لما يحصل في مناطق التعدين التغليدي إذا كان في الشمالية في جنوب كردوفان في دارفور في غيره وكل ما يكون في مناطق بتاع التعدين هناك إشكالات بتصهر بالنسبة للناس مثلا أهلنا في دارفور عندهم مشاكل بتتعلق بيقولوا أن المستوطنين وجود الناس الجو في بعض الأراضي أو الناس النزح من الأراضي بسبب النزاعات والحروب هذه الأراضي فيها استثمار بتاع ذهب إذن أنت محتاج لتطوير الغوانين اللي عندها علاقة بالأراضي محتاج لعلاقة بالحكم المحلي وده كل هذا التطوير ما تم إذا ما شيئنا لجانب مهم هو التهريب في مجال الذهب ده كان حتى في مطار الخرطوم نهيك عن الأطراف والحدود وغيره أرغام كبيرة جدا بل لذلك القضية دي ما ظهر في هذا الخبر يعني دي حاجة صغيرة جدا فيما يتعلق بالقضايا والمطلوبات العاجلة لقطاع مهم وقطاع أساسي يعتبر هو عدم الظهر لاقتصاد السودان في الوقت الحالي نعم أشكرك جزيلا شكر للكاتب الصحفي المحلي السياسي الأستاذ حسين سعد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا زميني سعد